اهلا بكم يعقد مجلس الامن الدولي الخامسة مساء اليوم اجتماعه الشهري لمناقشة اخر المسجدات بشأن الجهود احياء عملية السلام المتعثرة في اليمن وتأثير التوترات الاقليمية واستمرار التصعيد في البحر الاحمر من قبل الحوثيين ومن المقرر ان يقدم المبعوث الاممي الى اليمن هانس جروندبرغ ووكيلة الامين العام لشؤون الانسانية جويس مسويا وممثل عن المجتمع المدني يقدمون احاطات حول مستجدات الوضع السياسي والعسكري والانساني في البلاد كما سيقدم رئيس بعثات الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مايكل بيري تقريرا موجزا عن عمل البعثة في جلسة المشاورات المغلقة عسكريا قالت القيادة المركزية الامريكية ان قواتها نجحت في تدمير منظومة صواريخ حوثية في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن واشارت الى انه تبين ان هذا النظام يشكل تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الامريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة واضحت انه تم اتخاذ هذه الاجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية اكثر امانا وامنا للسفن الامريكية وقوات التحالف والسفن التجارية اعلنت الامم المتحدة رفضها بشدة الاتهامات التي اطلقتها ميليشيا الحوثي ضد منظمتين اليونيسيف واليونيسكو وغيرهما من الشركاء الانسانيين بالتواطئ في تدمير نظام التعليم في اليمن ووصف المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفن دوجريك في مؤتمر صحفي الادعاءات الحوثية بالزائفة التي لا اساس لها من الصحة وتهدد سلامة الموظفين وتعيق قدرة المنظمات على خدمة شعب اليمن وعبر عن قلقه العميق زاء مرور ثلاثة اشهر منذ ان احتجز الحوثيون تعسفيا ثلاثة عشر من الموظفين الامميين وعملين بالمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية دعيا للإفراج الفوريانهم نددت الرئاسة وكيانات النقابية باقدام ميليشيا الحوثي على تعديل قانون السلطة القضائية مؤكدة ان ذلك يمثل انتهاكا جسيما وصارخا لاستقلالية القضاء وحياديته وذكر مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة ان الميليشيا تريد من هذه الاجراءات تعزيز هيمنة فئة معينة من اتباعها على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية من خلال حص التعيين على الموالين لمشروعها الطائفي من جهتها اعلنت نقابة المحامين اليمنيين رفضها التعديلات الحوثية داعية الجميع الى الوقوف صفا واحدا للتصدي لها فيما وصف نادي قضاة اليمن الامر بانه مذبحة انقلاب قضائي ميدانيا اصيبت طفلة برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في منطقة الاحطوب التابعة لمديرية جبل حبشي غربية محافظة تعز صادر محلية قالت ان الطفلة بشائر حاتم احمد البالغة من العمر 17 عاما اصيبت برصاصة قناصة الميليشيا المتمركزين في تبة الهبان في ساقها اليمنى اثناء رعيها للاغنام بالقرب من منزل اسرتها واشارت الى ان الطفلة بشائر استعفت الى مستشفى الثورة لتلقي العلاج عبر طرق جبلية بديلة كون الطرق الرئيسة مغلقة بسبب حصار الميليشيا الحوثية نهاية الموجز الى لقاء